والكازينوهات في عماد الدين مفتوحة وزباينها كتار السينمات والمسارح شغالة زي ما يكون مفيش حر ما حدش شعر بيك ما حدش حاسس بالأهوال اللي بتشوفها بالدم اللي انت غرقان فيه وده ليه؟ لأن سكان القاهرة واسكندرية والمدن الأخرى عايشين تحت تأثير الدعاية الكذبة والتضليل افتح إذاعات القاهرة واسمع إيه اللي بيقولوه للشعب المصري بيقولولهم إنك حققت انتصارات هيلة عملت المعجزات ومين زيك يعرف الحقيقة؟ مين زيك يعرف الحقيقة؟ انت انت اللي عايش تحت وطقة الغراطي الجوية العنيفة اللي بتقوم بيها انت انت اللي عايش تحت وطقة الغراطي الجوية العنيفة اللي بيقوم بيها سلاح التيران الإسرائيلي على وحداتك المحصرة على حفة القناة انت انت اللي شاعر بعمليات القص في المركز بتنصب بفوق مواقعك وتجمعاتك مين زيك يعرف إن الانتصارات اللي بيتكلموا عنها مجرد كلام في الهوى ملوش أي أساس من الواقع نفس الطريقة اللي اتبعوها في نكسة ستة وخمسين مكرسة سبعة وستين نفس الطريقة نفس الأكاذيب نفس المهزلة بتتكرر النهاردة ولهذا لهذا لا يمكن انك تلوم الشعب المصري إذا كان مش شاعر بمأساتك مش حاسس بالنكبة اللي انت عايش فيها مش عايش معاك بأحسيسه لأن أجهزة الدعاية عزلتك عن المؤخرة وعزلت المؤخرة عنك فأصبحت وحيد وحيد في دوامة اليأس والعزلة والفزع